النهاردة هنتكلم عن واحد من الأولياء المؤسسين يعني الشخصيات اللي هي أسست الطريق الروحي وطريق الولاية في وقت مبكر ظنون المصري أضاف إلى التصوف فكرة أساسية من الأفكار التي ظلت دائما هي الإطار العام للتصوف هذه الفكرة هي الأحوال والمقامات لأنه هو الطريق الصوفي هو مجموعة أفكار ترتبت احنا شفنا مبارح كيف أضافت رابع العدوية فكرة المحبة كأساس للعلاقة بين الله وخلقي أو بين الإنسان وخالقه ظنون المصري بيضع لنا في وقت مبكر هو يعني ما سوف يسير عليه الصوفية يعني حتى اليوم فكرة أن هناك مراتب لأهل الله وأن هذه المراتب فيها مراحل البدايات المتوترة وهي الأحوال وفيها محطات الاستقرار في إذا توغل يعني الإنسان في الطريق وهي المقامات وطبعا مسألة مش مرتبطة بالسن يعني مش هنقول عنده 15 سنة يبقى صاحب أحوال وعنده 60 سنة يبقى صاحب مقامات لا ممكن جدا يعني المسألة مش بحساب زمني خلينا نشوف ظنون المصري من خلال يعني ما تحدثت عنه المصادر أبو نعيم الأسبهاني في كتاب حلية الأولياء بيقول عنه أنه ظنون هو العلم المضي والحكم المرضي الناتق بالحقائق الفاتق للترائق له العبارات الوثيقة والإشارات الدقيقة نظر فعبر وذكر فازدجر نص طويل طيب هنقول أبو نعيم درج المتصوف فبالتالي منحاز للمتصوف تعالوا نشوفه تعالوا نشوفه يعني مؤرخ ما بيهزرش من اللي هم يعني وامتازوا بدقة عالية هو شمس الدين الزهبي يقول عنه عن ظنون هو شيخ الديار المصرية أبو الفضل ثوبان ابن إبراهيم النوبي الإخميمي توفي سنة 245 هجرية وعمره تسعون عاما ده كلام الزهبي طبعا لا يوجد الزهبي كان بيدقق قوي في الأخبار ويعني بس قال هنا حاجة خدوها منه ناس كتير بعد كده أو هو خدها يعني من حد فتنقلها الآخرون إنه ظنون المصري كان نوبيا وهذا كلام لا يصح تاريخيا لأنه إذا توفي سنة 245 يبقى معنا كده إنه توفي قبل قيامة دولة الفاطمية في مصر اللي قامت سنة 258 وإحنا عارفين إن النوبة حتى عصر الفاطميين لم تكن منطقة مسلمة كان لها ملك وكان فيه اتفاقية ما بينه وبين المسلمين في الفسطات أو في العاصمة يعني اللي هتبقى بعد كده القاهرة اسمها اتفاقية البقط يعني إنه هم النوبة يدولهم العبيد اللي بيجوا من أفريقيا والمسلمين يدولهم الأمح والملابس وكان عندهم ملوك وكانوا أشداء جدا وصعب جدا اقتحام بلادهم أولا هي بعيدة وكانوا هم شاطرين جدا في الرمي بالسهام حتى المسلمين كانوا يسمون النوبة رمات الحدق لأنهم بيحدفوا السهم في العين تحديدا وفيه كتير من الصحابة على فكرة والمسلمين الأوائل يعني أصابتهم سهام النوبة بالعمى حتى تأخر فتحها ودخلها إلى الإسلام إلى القرن الرابع أو نهاية القرن الرابع الهجري فيبقى زنون المصري يعني مش نوبي يعني وبعدين احنا قلنا اسمه أو قاله يعني اسمه أبو الفضل ثوبان ابن إبراهيم ده معنى كده كمان إن أبوه كان مسلم ما هو ما فيش حد بيغير يعني ممكن قاله ودخل الإسلام يغير اسمه هو إنه مش هغير اسمه أبوه عشان كده احنا شفنا مثلا أبو يزيد البستامي اسمه أبو يزيد طيفور ابن شروسان يعني تم الاحتفاظ بالاسم المجوسي اللي كان لأهله قبل كده هنا احنا أمام شخص يعني أبوه وجده مسلمين في وقت ما كانش الإسلام موجود في النوبة إنما ما علينا من الحاجات التاريخية دي خلينا نقترب من ذنون المصري ونرى يعني ما قصته أولا بيقوله ليه سموه ذنون يقوله إيه كلام اللذيذ ده بتاع العوامي يعني إنه واحدة ست امرأة يعني التمساح التقم ابنها وذهب بيه يعني بلعه فقعدت تصرخ فعدة زنون قالها بتصرخي ليه ست قالت له التمساح أخد ابنه وبلعه ونزل به فصعبت عليه فقالت التمساح تعال هنا طلع فرح طلع التمساح من النهر النهر النيل ده ورح قاله تقلب كده فتقلب فرح شايق بطنه ورح مطلع الولد حي طبعا ده كلام لذيذ يعني لما يكون ايه الناس كده صهرانة وبتحكي حكايات لطيفة أو بتكلم عن الخيال بقى مش الخيال العلمي الخيال الأدبي وما بيفكرش الناس يعني طب هو كان ماشي معه سكينة مثلا عشان يشوق هي كرامات البسطاء بيحاولوا يعبروا من خلال هذه الروايات عن تقدرهم الكبير للأولية بس يعني الأولياء لا شأن لهم بمثل هذه الحديث الأولياء لهم كلام آخر ده اللي حفظتهن كتب التاريخ من كلام مثلا ظنون المصري يقول مدار الطريق يعني العلامات الأساسية في التصوف مدار الطريق على أربعة حب الجليل وبغض القليل واتباع التنزيل وخوف التحويل يعني عشان تبقى متصوف أولا لازم تتعلق بالحب أو عن طريق الحب بالله فده شهرت وإنك القليل ده اللي هو المتاع الدنيوي اللي هو بيبدأ يعني من كوز دورة مرمي في الشارع لرئاسة الجمهورية كل دي متاع دنيوي زائل بينتهي فمفروض إن المسلم يبغض هذا ولا يسعى إليه واتباع التنزيل يعني شوف القرآن بيقوله إيه كإشارات ويكمل بيها وما يعدش بقى يبدأ دلوقتي يقولك لا ده في حديث بيقول كذا لا ده الحديث ده فيه مش عارف ضعفة فيه والتتنسي المهمة الأساسية في الخناءات الفرعية بتاعة المذاهب وخوف التحويل إن الإنسان لا يأمن مكر الله أبدا وممكن يكون قريب جدا وبعدين يتغير عليه الحال لذنون المصري أقوال كثيرة من هذا النوع فطبعا كان فيه وقته مشايخ أو فقهاء يعني مساكين زي ما موجودين في كل وقت بنشوفهم دلوقتي دايما كده طلعوا لأحد كده يتعصر فطلع برضو واحد أيامها سنة بقى 200 هجرية ولا حاجة معرفش هل كان فيه قنوات تلفزيونية ولا إيه بس طلع يقول إيه ما هذا إن هذا لم يرد في الإسلام وأنت تتحدث بكلام لم يتحدث به الصحابة ولا التابعين ولا التابعون لأنه بعض الناس اللي مخام حدود متصورين إن الاكتمال والتمام حصل وتم في الماضي وبالتالي ما حدش يقول لنا حاجة جديدة خلاص بس اللي حصل إنه ظنون المصري قال كلام مختلف فقعدوا يبعثوا مكتيب كالعادة يعني أو كعادتهم إلى السلطان في الوقت ده طبعا إحنا بنقول إنه ظنون التوفى 245 يعني قبل حوالي 40 سنة من دخول الفاطميين لمصر والفاطميين كانوا مستنيين مش عادين يخشوا مصر علشان كان فيه كانوا يسميه الحجر الأسود المعزل دين الله كان بيسمي كفور الإخشيدي وكان قابله الإخشيد نفسه كانوا حكام أقوياء أولاه أقوياء أولاه للعباسيين يعني بيحكموا مصر بس بيبعثوا المستحقات للخليفة العباسي في بغداد فرحوا إيه الفقهاء دول بعتين للخليفة المقتدر بالله اللي هو العباسي تعالى شوف ده فيه واحد من اللي بيبشروا بالفاطميين وبيدعوا للمذهب الشيعي وما هما كل ما ييجي واحد حاكم خايب كده يلاقي حد بيقول أي حاجة مختلفة يترعب منه ففيه ناس بتستغل هذا الرعب رعب الحاكم فيشوفه مثلا شاعر قال قصيدة يقول له إلحق ده تبع الشيعة ده هيجي بقى أو إلحق إن ده تبع كارل ماركس زي ما كانوا من شهر كده قبل رمضان بشوية بيهتفوا عند في القاهرة أن يسقط يسقط ماركس والشيوعية أنا كنت بحسيب إن ده يعني فاصل كوميدي كده أو حاجة المهم هؤلاء اللي هم هم موجودين في كل وقت يعني رسله الخلافة فالمقتدر بالله قال هتونا الرجل ده نشوف إيه حكايته قالوا له لا ده خطير جدا ومش عارف إيه قال خلاص هتوه مقايد في السلاسل اللي هي ضبط وإحضار يعني ويعدم فجم وهو مشي معاهم عادي المهم دايما المبدعين اللي مفروض إن هم بيخرجوا من الإطار يحترموا القانون ودايما المتخلفين هم اللي يبقوا ضد القانون المهم راح ظنون المصري ومستسلم لقدر الله خلاص عادي يعني فقلوله للخليفة على فكرة الرجل اللي جي من مصر ده ده غريب جدا ده داخل كده حتى وإحنا بنعدم الناس بقى اللي احنا بنشك فيهم وكده فلأ وحد خايف كده مرعوب وش عارف إيه فقال للسجان خدنانا الأول فالسجان قال له ما انت جاي عليك الدور جاي عليك الدور أصلا قال له ما سيبه على مياه ده شوية موتنانا فنقل الحكاية دي الخليفة الرجل طبعا اتأثر فالخليفة قال ندوه جابه انت ايه يا عم انت مش خايف من الموت ولا ايه قال له لا هخاف مني ده راح لربنا فتأثر الخليفة المقتدر قال له ممكن توعزني فكلموا الكلام اللي لما يكون في حاكم عائل ومحترم يسمعوا فتأثر المقتدر بهذا اللقاء وابقى ابقى يعني ظنون فترة في بغداد التقى بها بقى بالامام احمد بن حنبل بالسري السقطي بمعروف الكرخي اللي هما الصوفية اللي كانوا كباره كانوا بيأسسوا الطيار الروحي في هذا الوقت بي مش بيأسسوا يعني بيروحوا يعملوا تنظيم لا بيعيشوا حياة تبقى نموذج للانسان الراقي وقعد فترة معهم هناك وبعد نرجع الى مصر وسكن برضو الفسطات كان قدما الناحية التانية الجيزة والجيزة بينها وبين الفسطات كبري على النيل مش زال كبار دي لأ كان عبارة عن مراكب كده قديمة بتحط رب بعض وتربط فلما مات سنة 245 وحبوا يطلعوا بجناسته عارفين فيه طيور كده عصافير كنا نسميها الخدير موجودة في الارياء فلقوا كمية كبيرة جدا منها مالية الاجواء يعني في اليوم ده اعتبروها كرامة يعني للشيخ وما قدروش يعبروا بيه اللي هو الكبري او الجسر اللي بين الجيزة وبين الفسطات اللي هي مصر القديمة يعني اللي بعدين يعني من شدة الزحام فاخدوه في مركب ودفن في القاهرة ولا يزال مدفونا فيها فين بقى جنب عمر بن العاص اللي احنا مش شايفين قبره يعني بالزبط فين دلوقتي بس اهو نحي تجمع عمري كده في النص التاني من لقاءنا ده هنتكلم او هنقترب من افكار واراء وروح التصوف والولاية عند ذنون المصري موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة